استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكذلك سبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر